بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة الأخلاق المهنية والتشريعات أو Ethics and Legislations ذا الحل اللي لاتي مع بعض بإذن الله تعالى أسئلة من امتحانات سابقة سواء mid term أو final أنا أحل معجل لاتي كل الأسئلة اللي أنا اطلعت عليها تبع الجزء اللي جاي في الميت term اللي هو أول أربع محاضرات اللي بيتكلموا عن contracts والlegislations وغير ذلك فيعني دا كل الأسئلة اللي معي لو أنت معك أسئلة تانية حطها لي في التعليقات وأنا بقى أشرحها في فيديو جديد عادي قبل الميت term يعني بس أنا أظن هو دا كل الموجود على ال drive اللي أنا اطلعت عليه فالسئلة سهلة أتمنى وإنت داخل هنا ودلوقتي تكون حد من ثلاثة لإما واحد سمع المنهج فهو جاي حل فهو مش يتعب معي أن أنا أفكره أن دي حاجة في المنهج أصلا لإما يكون سمع الفيديو اللي فات بالضبط لو هو مش عايز يسمع المنهج كله وعايز بس حاجة في الإنجاز كده هو تلاقي فيديو أقل من خمسين دقيقة لسه منزله على القناة قبل دا بالضبط هتليه ملخص الثلاث محاضرات أو الأربع محاضرات اللي إحنا إيه يعني اللي امتحان فيهم ومركز لك عن نقطة اللي إحنا إن شاء الله هنسأل عليها اللي هي الوقت هي حلها معجلات في الأسئلة لإما حد تالت لا يا راح هيعمل دا ولا دا فربنا معاك انطلق معايا وحاولت إيه يعني تعبي أكتر قدر ممكن وإن شاء الله هتطلعك يعني حافظ الأسئلة لإن الأسئلة مش هتكرر لإن هي هتكرر لأ لإن المنهج مفوش غير الحاجات دي فإنت لو عرفت بتوع النهاردة إن شاء الله هيجي لك منهم ولو ما جاش هيجي في الفاينل ولو ما جاش خالص أديك استفدت فربنا معاك يعني يلا بينا على الأسئلة على طول بص انت هتلاقي الفايل دا في الوصف الفايل دا في مترم 2023 بتاع فول 2023 المترم دا في 15 سؤال ومعاهم اتنين كمان 17 سؤال من العشرين تبعنا فالسبع عشر سؤال دول على المحاضرات وبالتالي كان جاي برب أربع سئلة بس أو تلاتة على الساكاشن فالمترم دا تقريبا أغلبوا علينا وهي ان شاء الله هيجي منه فهنحله داتي هو عادي بإذن الله بعدها هتلاقي امتحان الصمر الفاينل بتاع الفين 23 كان ستين سؤال تلاتين على الإثيكس وتلاتين على الليجيسليشن تلاتين الليجيسليشن كلهم علينا وهيحلهم معاك دلاتي كلهم هتلاقي عشرة فعشرة فعشرة ثلاث عشرات هوا وبعدها اسئلة من امتحان قديم خالص كان في صح وغلط جبت اللي منهم تبعنا وهتلاقي بعدها اسئلة الكوزات اللي امتحانوها قبل كده وبس خلاص كده ما فيش حاجة تاني يا صدقني في الله بينا على طول في أول واحد منهم هتلاقي مقسم في الوصف تحت كل امتحان عشان تعرف مكانه فين اتمنى تكون سمعت الشرحة زي ما قلنا يالله بينا على طول في الأسئلة بيقول لك أول حاجة الهدف بتاع مرحلة التيندرينج والكونتراكتينج ستيج الهدف بتاعها ايه يعني مناقصة الهدف من المناقصة واحنا بنعمل المشروع افكر اللي سمع وما سمعش اي حاجة قبل كده انا ببني على اقل واحد بيسمعه في المعلومات احنا بنجيب المشروع ايزين نعمل مشروع فبنصممه ونعمل ونعمل دراسة الجدوى الاول ليه اول حاجة بنعمل مرحلة دراسة الجدوى ع بنعرف هنكمل ولا لأ بعدها هنبدأ خلاص هنكمل في المشروع وهنعمله لان طلع موك دي فنعمل مرحلة الديزاين دي رقم اثنين بنعمله في الديزاين بنيجي المشروع اللي احنا اخترنا ان نكمل فيه ده وبنعمله كل التفاصيل بندفين افري ديتيل اوف دا بروجيك طيب خلصنا وعملنا التصاميم بنبدأ نعرض التصاميم دي على الملأ لناس اسمهم اولين بيجي كل واحد فيهم واقول له شايف التصميم تقع المشروع ده يقول لي اه اقول له انت انت لو حبيت تعمل المشروع وتنفز زوري على الارض الواقع تعمله بكام قلب مليون اللي جنبيه قلب مليون ومية التالت قلب مليون ومتين وكل واحد قال لي تفاصيل بقى وحواراتها يعملها ببدأ اللي انا عملته ده اسمه مناقصة ببدأ انا اختار افضل واحد فيهم المناقصة معناها ايه تندرنج التندرنج دي اللي هو اللما اللي لمناها وخلناهم يختاروا وكل واحد يقدم لي العرض بتاعه لأداء المشروع العرض بتاعته من سميه بد انا بقى اختار في الاخر البد الانسب منهم عشان هو اللي ينفز المشروع بالفعل ويلس عليه دي نسميها مناقصة هدف مرحلة المناقصة ايه ان انا اختار اللي هي النوع العقد اللي هنعمله واختار الراجل اللي هيعملي اللي هو ايه المقاول اللي هترسى عليه في الاخر العطى ده وهيرسى عليه المناقصة ويبدأ هو ان نحضر مع بعض اوراق العقد وامضي معه العقد ونكتبه ويبدأ الراجل في الشغل يبقى هدف مرحلة المناقصة ان اختار الشخص اللي هتعقد معاه على ان يعمل المشروع من وسط الناس المقدمة اللي بيقدموه المقدمة للاقتراحات كل واحد فيهم قدم لي اقتراحه هدف الم في مرحلة دي بان انا اختار اللي هيرسى عليه الدنيا في الاخر ويعمل لي المشروع ده فبنقول ان احنا هدفنا وكمان ايه في مشروعات بتحتاج نوع عقود معينة فانا هدف في مرحلة دي احد بعد ما عملت ديزاين ان انا اعمل تندرين واختار فيها بقى ايه انسب نوع من انواع العقود المقدمة اعمل بها المشروع وكل واحد انهو عرض فيهم هو الافضل وابدأ اختار واحد معين واعمل معاد الورق وحضر ورق العقد وامضي مع العقد ان يتعهد فلان اللي هو المقاول باتنام الشغل مقابل المبلغ مالي اعطيه اياه انا فهم الفكرة ايه يبقى لو قالك بقى ايه الهدف ايه الامز او الاهداف من مرحلة التندرينج انه هنختار افضل عقد مقدم افضل نوع عقدة هنعمله بالنسبة للمشروع ده يعني فيه مشروعات محتاجة تنجس بسرعة فهنختار الراجل اللي هيقدر يعمل لنا بسرعة ده اسمه نوع العقد فمن فكرة ايه وده كلمنا عليه بالتفصيل اللي سمع الشرح ايه بقى اه دي صح ولا هنحضر ولا هدفنا فيها برده نحن حضر اوراق العقد اللي هنكتبه برده صح ولا هنكتب العقد نفسه صح التنته دون فوت يحصلوا عشان اول يعني ايه هداف يعني لازم لما محرد تخلص نكون خلصنا الاتي التلات حاجات دول يبقى الاجابة اول ايه السؤال ده جاي في النتحان باذن الله طب ايه المرحلة اللي هدفها اننا ايه المرحلة اللي هدفها ان نخلص كل التصميم مرحلة التصميم design stage والله عزيم ده مش سؤال اديك عرفته يبقى الاجابة هدف مرحلة التصميم design stage هو ان نخلص كل التصميم مطلوبة سواء فيما يتعلق بالتطوير او بالتنفيذ او بالعمليات والشغل بتاع المشروع بعد ما يخلص يبقى الاجابة design stage اما الفيزيبيلتي هدفها ايه ان نحن نحدد اذا كنا هنكمل ولا لا اصلا طب ما تنقل نحل السؤال بالمرة the aim of a ان هو مرحلة is to make a decision about proceeding or cancelling the project ايه المرحلة لهدفها ان نحن ناخد قرار ما اذا كنا نكمل ولا ما نكملش نعمل ولا ما نعملش فالاجابة البساطة هي مرحلة الفيزيبيلتي and strategy study السؤال ده لازم ان يجي لفميت ترميا في فايناليا في كوزي يعني انت لو عرفت المعلومة دي اكتسبت بها اسئلة ان شاء الله هتيجي وش يعني طيب نرجع التاني بقى لسؤال ثلاثة اربعة اللي احنا عدناهم عشان بس بمنسى المعلومة يعني طيب in a cycle فانه مرحلة فانه مرحلة احنا قلنا المشروع خلي بالك قلنا ثلاث ارقام مهمة ممكن يجو في الامتحان project life cycle ليه بيمر بكم مرحلة المشروع بيمر بكم مرحلة بسبع مراحل مرحلة الرابعة construction نبدأ ينفذ على الارض الواقع بعدها نعمل testing ونختبر ما تم تنفيذه بعدها خلاص اتاكدنا انه تمام نقول له نديه الاوكي ويعملين هو final handover يسلمنا الموضوع المشروع النهائي دي مرقم ستة المرحلة رقم سبعة نقوم بيمرات المشروع يبقى operation ولو في اعطال يبقى يتعمل لها maintenance او صيانة سبع مراحل يجي يقول لك في الامتحان project life cycle كان مرحلة سبعة طيب رقم سبعة هيجي تاني معانا وهو ايه contract life cycle دورة حياة العقد العقد بيمر كم مرحلة يبقى فيه رقمين سبعة في دورتين حياة بتوع المشروع وبتوع العقد العقد ال contract life cycle اي عقد في الدنيا بتعمل على كم مرحلة على سبع مراحل اول واحدة فيهم planning اللي حبنحدد ايه اللي يحصل يعني ميلا هيدفع ايه ميلا ياخد كام ميلا هينفز ميلا هيعمل ميلا بنحدد كل اطراف كل الليلة اللي هيصى كلها دي اهم مرحلة دي الكور اسمه مرحلة planning طب يليها بعد ال planning بنبدأ ندرافت يعني ايه نكتب نصيغ العقد صيغ للعقد يا ابني يعني ايه صيغه يعني اكتب لي صياغة للعقد اللي حتى ما وفقناش عليها بتوقيع حب نكتب صياغة فقط طيب بعدها بنجيب محامي يكتب العقد دي مرحلة تانية دي تيجي بعد ال drafting يبقى planning drafting بعدها يجي ايه approving ان احنا عايزين بقى نقرأ العقد ونقول احنا موفقين ولا لأ طب بعد ما نأبروف ممكن نختلف على حاجة ممكن احنا بنأبروف نختلف على حاجة في مرحلة negotiating نتفاوض لأ دي نشيلها لأ دي نحطها الكلمة دي مش عاجبان سياغتها قانونا او قضائيا او تشريعيا الكلام اللي كاتبه كلام محامي فممكن يقفيه ثغرة في الكلام فمن فكرة ايه مرحلة negotiating دي رقم اربعة يجي بعدها مرحلة الايه مرحلة اسمها ايه signing او التوقيع خلاص احنا بعد ما تفاوضنا تأكدنا signing بقى وقع دي رقم ايه مرحلة رقم خمسة مرحلة رقم ستة revising من راجع كل حاجة بقى ابما نبدأ في الشغل من راجع كل التفاصيل في العقد عشان ابما نبدأ على الارض الواقع ومباوز الدنيا revising اخر حاجة خالص رقم سبعة مرحلة renewal التجديد ان احنا ممكن العقد انتهى فعايزين نعمل تجديد لي او امداد نخليه نمده لمدة سنتين كمان مسلا هو هو نفس العقد بدل ما نكتب واحد جديد دي دورت حياة اي عقد بتمر بكم مرحلة سبع مراحل اول مرحلة فيهم هي مرحلة اللي بنحدد فيها كل حاجة تقريبا فبيقولك فقاله مرحلة النقط سايكل برامترز ارسد توميت كونتراكت البليجيشنز اند سبيشال ترمز افا كونتراكت اللي بيتحدد فيها المعايير والحاجات اللي هنعملها الالتزامات اللي موجودة على كل طرف من اطراف العقد والعناصر المختلفة المتعلقة بالعقد يعني عايز اقولك كل حاجة ده مش سؤال على طول اكيد مش في الدرافتنج الدرافتنج دي عملية الصياغة ولا في الابروفل ده الموافقة على ما تم صياغته لكن اللي بنحط اصلا ارسد اللي بنحط فيه الحاجة دي البلانيج نفسها فده مش سؤال يا ج جدا طيب انهو نوع من انواع البيتز عندنا خمس انواع لما يكون المزاد مفتوح للعلن مش مزاد بقى اللي هو المناقصة مفتوح لأي شركة تيجي تقول انا اقدر تقدمنا عرض انها تعمل المشروع وممكن نختارها يتحط في البروبيلتي يعني ده بنسميه وبتعمله غالبا الحكومات وفيه ان انا كاونر اختار خمس ست شركات اقول لهم تعالوا احضروا المناقصة عشان اختار واحد منكم وفيه انجوشيتد بيتز ان انا اقول ايه احنا عندنا مشروع شغال بالفعل بس عايزين نز تفوض عليه حتة بدل ما نعمل لها عقد جديد ما تيجي نمد العقد الحالي دي من سميها نيجوشيتد فيها تفوض وفيه السيريال السيريال تندر يعني ايه عملنا مشروع بكده وخلص وهنعمل اخوه بالزبط جديد بدل ما نعمله عقد جديد ما تيجي نجيب القديم ونكوبي ونبست فدي من سميها السيريال تندر الحاجة الاخيرة او دايريكت اوورد ان انا اجيب شركة واحدة او لا انتي بصي خد المشروع بتاعها هو تصاميمه وقال ليها تعمليه بكام قالت لي بمليون انا قلت لها موافق دا اسمه كده ايه اخترت شركة بعينها خمس انواع طيب بص بيقول لك ايه لازم نيجي اتنين في الانتحان او واحد على الاقل ايه النوع مستلي يوز فور اكستيندنج سكوب فوركس اللي بنستخدمه عشان نكبر او نمد نطاق شغل 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 بالفعل قلت لك عندي مشروع عايزك اكبره عايز اعمل حتة ازيد فبنتفوض عليها شفت بقول ايه بنتفوض عليها نفس المشروع بيجيب عايزين ايه بدل عصر تدور نخليهم ات الدنيا نيجوشياتد بيتس لجابة نيجوشياتد حرفين موضوع روتيني قوي يعني السؤال الخامس حالينا خلاص قال لك في اونر المالك ميك ذي انفتيشن فور ذا بيد ببليك ان دي اوفيشال نيوزبابرز ان اي كامبني كان بارتسبيت ان ذا بيد ايه النوع اللي ممكن اي شركة تشارك فيه وتدي العرض بتاعها من اسمه المزاد المناقصة المفتوحة اللي تعملها غالبا الحكومات او غيرها بتدعو الجميع اي شركة عندها متحقق فيها الشروب بتاعت نتيجي ولو عايزت ات تقدم في المناقصة زي الفل ودي غالبا مناقصات الحكومة عشان ملقاش فيها تحيز فده بنسميها اوبين بيدز سؤالين وراء بعده هو في نفس الامتحان لازم يجيلك اثنين ان شاء الله بكرا يعني متحان بكرا ولا بعد بعده هو انا عندي انا متحان بكرا فعشان كده انا قلت صورها بدري قال لك طب اين نوع اللي الاونر بيسيلكت افيو كامبانيز بيختار عدد من الشركات ويدعوهم للمناقصة عشان يختار واحدة منهم اي حد غير اللي دعاهم مقدرش يشارك ده بيحصل غ سبع شركات تعالوا انتو عشان اعرض عليكم مشروعي واختار واحد منك هو اللي نفزه ده كده تحديد عمل سليكشن لناس معينة فاسمه سليكتف بيدز والله شرحة نفسها سليكتف كل كلمة معبرة عن معناها لان تحفظ اي شيء طب ايه النوع اللي بيكون فيه ريبيت التبيكال بروجيكت يعني مشروع وهيتكرر اخوه بالظبط مشروع غيره بس هو اشافه بالظبط وهيتكرر وراه وراه مشروعات متكررة بنسميها ريبيتد حاجة بتيجو وراء الثانية اسمها ايه اسمها متت تابعة او متسلسلة اسمها سيريز ان سيريز او سيريال تندر يبقى شرحة نفسها برضو كلمة سيريال تندر هو ده النوع اللي بنستخدمه كعقد يعني او كمناصة لما يكون عندي مشروعات متكررة شبه بعضها تبكال بروجيكت وريبيتد الريسك اناليسز بيبدأ امتى قلنا كلام ده في الفيديو اللي فات تعال الشرح اللي هو المرخص ده وقلنا في الشرح الاصلي عملية توقع المخاطر او تحليل المخاطر كلمة ريسك معناها ان السيناريو اللي قدام يمشي بشكل غير متوق توقع فيحصل خسارة او غيره دي بنبدأها من اول من انه مرحلة مرحلة الديزاين في زبريت بنبقى لسه بنتوقع بنشوف جودة المشروع اصلا جدواء لكن بنبدأ بقى واحد من ديزاين كل خطوة بنتوقع ايه اسوأ سانين ممكن يحصل عشان ايه نتجنبه هي عملية بتبدأ مع الديزاين ولكنها لا تنتهي معه بتكمل في بقية المراحل في احنا بنكون بنركز برضو في توقع المخاطر وحنا حتى بنسلم المشروع بنركز مرحلة في الريسك اناليسز يبقى ايا اذا بروسيس بج بتبدأ مع الديزاين ولا تنتهي معه ولكن بتكمل بعديه يبقى true true نص كمان ويأتي انتحني ع الكثالة قوله لا false قوله هي ما بتنزش بتنتهيش مع الديزاين بتبدأ مع الديزاين وتكمل واحنا بننزع عندنا ريسك اناليسز بنطبقه دراسه للمخاطر وغيره طيب هل الانجنيرز المهندسين مي برفورم سيرفوس سيرفوس او تذيب او تصايد او او تسايد افراد افتراضي افتراضي افكومبتنس وانجا يتطبع ذي افراد افتراضي او تبق هي أصلاً مش طبع الدرس مش طبع الجزء اللي في الميترن بس عرفها هل المهندسين ينفع يعملوا حاجات بره تنتقل التخصص بتاعهم لأنه هم بس عرفوا المديرين بتوعهم أو العملاء لا منفعش تعمل حاجة بره تخصصك حتى لو عرفتني انت لما تعرفني كده بقيت انا مشارك لك في الغلط انت كمهندس ينفعش تعمل حاجة بره تخصصك يبقى الإجابة فولس هم ماينوت ماينفعش أو كان نوت شود نوت كل حاجة يعني بخصص مرحلة يعني مرحلة ضرورية وأساسية هو إنه مش كروشال مرحلة مهمة وحاجة حاركة جداً يعني خطيرة في دورة حياة العقد العقد بمراحله ايه بين و بعدها 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 سبع مراحل هيبقى المرحلة الخطيرة جداً اللي بتسعدني في إيبقى لحاجة انتساعدة إنك تتأكد أن كل أجزاء والجوانب المشروع تم تنفيذها كما تم الاتفاق عليه من قبل وإننا كل الحاجات التي اتفقنا عليها أو التوقعات التي كانت عندنا تم تحقيقها هذه مرحلة إيه؟ هل ركز معي؟ هل دي تخطيط؟ لا تخطيط ده نحن نبدأ المشروع نحن هنا بنتأكد أن ما تم عمله كان زي اللي نحن مخططين له فدي مش بلانينج هل هي درافتنج؟ لا هي مش دعب الصياغة دي مش صياغة العقد ده تأكد من اللي كان متصغ في العقد أنه تم تنفيذه يبقى هي مرحلة الابروفينج هل إحنا عملنا أبروفينج صح أو لا غلق؟ أبروفينج يعني موافقة هل يا جماعة اللي تم تنفيذه على الأرض الواقعة؟ تمام أو لا مش تمام؟ بنتأكد أنه هو مطابق لما كان في العقد يبقى هي مرحلة الابروفينج تبقى هي موجودة مرتين فالإجابة إن شاء الله أبروفينج أنا كنت أعملها تحت إيه؟ حداشر رقم حداشر إيه؟ اللي هي أبروفينج يعني اللي هي إيه أو سي بقى الاثنين نفس الاختيار موجود؟ أظن السؤال ده هي عدي ساعتها طيب إيه المرحلة اللي هي المرحلة اللي هي المرحلة اللي هي المرحلة اللي حاب ندون فيها ونكتب بقى العقد نكتب نصيغه درافتنج درافت يعني يصيغ يكتب العقد شفت المرورة واضح أوه إزاي؟ بي أنا أفوت أتأكد من إجابات أول باول بي أتمنى لو حد فاضي بقى يراجع ورايا اللي فادة عشان لو فيه غلطة مثلا تسهيد فيها أو اللي حاجة تقول لي طيب رقم 13 إيه الحاجة اللي بتشير رفير تو أن اندفيدجلز اون پرينسبول لأ دي ما ليش دعب الدرس دي اللي هي المورالز بس دف درق في الجزء بتاع الساكيشن ولكنك شفتها أنا مجاوبة تحت على أن يعني إيه ينفعنا في أيام الفاينال طيب السؤالين دول بقى بص بص لازم يكون في امتحان يا واحد يا الاثنين على الأقل واحد على الأقل ويا دلوقتي اللي هو المتر مياه في الفاينال من الناس اللي عموما بيتأثروا بالمشروع ومن الناس اللي بيتأثروا بالمشروع بس تأثيرهم ده مهم قوي عندهم القدرة عن يحددوا ما إذا كان المشروع نجح أو ما نجحش لازم نرضيهم لازم نحقق أهدافهم إنه عندهم مختلفين في واحد بنسميه الستيكولدر أو البروجيكت ستيكولدر الجهات المعنية كل من يتأثر بالمشروع بس فيه ستيكولدرز أخص بقى شوية فيه دايرة أدياء اسمها الكي بروجيكت ستيكولدرز الجهات المعنية الأساسية اللي هم أهم ناس اللي لازم نرضيهم قوي لازم لأنهما لو مرديوش المشروع فشل حتى لو حقنا كل حاجة بس هو ستيل فشل لأنه هو أهم حاجة يرضي الناس دي فميقول لك بقى البروجيكت ستيكولدرز ما بينهم وبين الكي بروجيكت ستيكولدرز اللي ستيكولدرز عاديين كلمة أفكتد أي ناس هيتأثروا بالمشروع من قريب أو من بعيد لو تأثروا يبقى هم ستيكولدرز جاست تأثير حتى لو إيجابي أو سلبي تأثروا بيه في أي نقطة من نقاط الحياة المشروع بتاعك طيب دول البروجيكت ستيكولدرز عاديين اتأثروا مجرد تأثروا لكن مين الناس اللي لازم نرضيهم و هل كل واحد تأثر بمشروع اللي لازم أرضيه لا ممكن في فئة من المجتمع بس تأثرها بعيد عني قوي مش هيفري معي في مشروع في حاجة كبيرة يعني بناخدهم في الاعتبار كده جدعانة لكن مش هيساهموا في نجاح المشروع أو فشلوا لا اللي بيساهم بقى دول قوي يسموهم الكي بروجيكت ستيكولدر اللي هم الناس اللي الخصوصي قوي المستهلكين الرئيسيين أو غيره هم أرضى بيبول أنكروبز هوز أبجيكتيف اللي مطالبهم مست بي ساتسفايد لازم تحقق طلبتهم أوامر عندهم القدرة أن هم يخلوا المشروع يمشي أو يوقف أو يبوزوه لأنهما رضاهم هو المعيار ده اللي هيكسبك أو يخسرك طيب السؤال ده خطير سؤالين وراء بعده هوا هيقوا في المتحان واحد منهم أولا ده يعني ده لازم يلي تعريف مهم ايه البروميس الانفورسابول بيلو الوعد اللي مقا يعني ايه مدعوم من قبل القانون واللي هو بيتم فيه التفاوض أو الإلزام بأنك تعمل حاجة أو تمتنع عن عمل حاجة ده اسمه عقد العقد هو حاجة مؤيدة من قبل القانون بتلزمك بعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء فده من سميه كونتركت قلتلك في الشرح المرة فتت أنه ابروميس انفورسابول بيلو ويليس بي لفعل شيء أو ترفرين فروم دومين سمي بيلزمك بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء ده اسمه كونتركت هيجي في الامتحان أما للتندر ايه تندر دي لها المناقصة اللي هي invitation to bid for large projects أو غيرها يعني هي دعوة أن الناس تأتي تقدم عطاقتها أو عروض السعر بتاعتها تجاه مشروع معين عشان نختار واحد منهم يعمله كونتركت اجريمنت ولا يمكنك شايفها دي أول مرحلة في الثمانية documents احنا قلنا في الثلاثة أرقام في المنهج البروجكت لايف سايكل عدد المراحل اللي يمر بها المشروع سبعة بدءا من الفيزابيليتي وانتهاءا من إحنا نشغله ونعمله صيانة والعقد بيمر بسبعة مراحل بدءا من البرانينج وانتهاءا بالرينيوال وفيه بقى رقم تمانية موجود في المنهج ايه هو عدد الأوراق أو الدوكيمنت المفهودة سلمها مع العقد العقد عبارة عن مكاوم من ثمن حاجات رئيسية ثمن حاجات رئيسية كونتركت اجريمنت لتر اف اكسبتنس بالترتيب ده على فكرة وترتيب ده مهم لأولوية كمان متعرفش كل ده في المنهج في المنهج تعرف انهما فيه تمان دوكيمنت السؤال اللي جيه في الفاينال تمانية دوكيمنت بتسلمه مع العقد بس كده يبقى كونتركت هو العقد هو الشيء الملزم أو الوعد الملزم أو الملزم من قبل القانون أو بقوة القانون واللي بيولزمك بفعل شيء أو اللي امتنع عن عمل شيء ايه هدف مرحلة الكونستركشن هل هدف مرحلة الكونستركشن روحة بنبني اني إز تو ديفاين افري دي تيلو في بروجيك لا قد نعمله في الديزاين واحدة بنديزاين بنحدد كل تفصيلة عشان نيجي نبني على نظافة كل خطوة محسوبة ومعروفة ومسبقا مش لسه في الكونستركشن وهنروح بقى نحدد كل تفصيلة لا يبقى اللي جابة فولس ده صواب هذا هو الكوريكت أنصر أو الكوريكت يعني ايه اللي اسمها ايه التصويب بتاع العبارة طيب يبقى كده دي بي تمام اوي انزل على الوراء ده كده متحان ايه المتر تعال امتحان الصمر بقى نبدأه مع بعض ويلا بينا طيب تعال في الامتحان بتاع الفاينال زي ما قلنا هو ستين سؤال ثلاثين منهم بس هما اللي تبع جزء المحاضرات فتعال ننجزه بسرعة عشان ايه مش عايزين نطول فيه اوي ده كانت حان صمر اوى سؤال ايه المرحلة اللي بتوعنا بالايدنتفاينج اند امليمنتينج اللي بنعمل فيها هيكلية العقد وبنحط فيها تفاصيله وبقى ونعرف تفاصيله ايدنتفاينج تفاصيله بنحددها هل ده في الصياغة لا لا تمنقبل الصياغة هل ده في الديزاين ده اصلا ده ملاش تعمل عقد ده اصلا بص اللغبطة ده مرحلة مش من مراحل العقد اصلا مراحل العقد سبعة زي ما قلنا بلاننج بعدها ايه بعدها 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 ابروفنج هي مرحلة اللي بنحدد فيها اي حاجة بنخطط فيها للعقد وبنحدد فيه ايدنتفاي فيه الاستراكشور بتاع العقد مين هيعمل ايه ومين هيستلم ايه ومين هيدي فلوس مين لا يبقى اللي جابة بيه واحد وثلاثين بيه عايز تاكد او بباو قالك الكونتراكت العقد هو ايه هو اتفاق شرعي او تشريعي تبع محاكم بقى وقضائي وكده صح لازم اثنين على اقل مفيش عقد مع واحد بقى نفسه ده عقد عبسي جدا فهو العقد فعلا هو اتفاق او موافقة قضائية او شرعية يعني تشريعية بين اثنين او اكتر من الاطراف يبقى true يبقى اللي جابة اثنين وثلاثين ايه طيب فانو مرحلة البرامترز ارست السؤال ده حالين افوق اللي بتحط فيه تفاصيل العقد وإلا هيتعمل فيه والأبليجيشنز اللي على اللي على الطرفين ده بنسميها مرحلة البلانينج يبقى اللي جابة ايه برضو 33 ايه طيب تعال في السؤال اللي وراه بيقولك في مرحلة الدرافتنج السؤال ده فيه مشكلة يعني هو تحس الصغط على السؤال مش كاملة وبالتالي الاجابة انا مش متأكب منها قوي فيعني بخلي مزقوتي منها بحبش الحاجة اللي فيها واجع دماغي بيقولك في مرحلة الدرافتنج مفوط الدرافتنج بنعمل فيه بندون فيه من رايت داون زي ما قال لك فوق بنرايت داون الكنديشنز والترمز المتعلقة بال بالكنتراكت او بالعقد صح دي في مرحلة الدرافتنج لكن في مرحلة البنانينج بنخطط للعقد هو هنا بيقولك لو حد يعرف حاجة يقولي في التعليقات حيث اني فيه تكملها فيه حاجة نقصة يعني هل الحاجات المتعلقة بالاطراف وكل واحد نفسه في ايه الحاجات دي بندونها فيبقى صح في الدرافتنج ولا تصد بنحددها وهو غالبا يقصد دي انهو بيحددها فيبقى دي بنحددها في البلانينج بسعيتها مش في الدرافتنج فأنا شايف انها ممكن تبقى بي الافضل بي يعني فوس ليه لانهو غالبا يقصد بان الحاجات دي اسمها ايه السروط والموافقات على الحاجات اللي متتعلق بكل طرف من الاطراف عايز ايه بنحددها فانهو مرحلة في البلانينج لكن في الدرافتنج من الرايت داون فأظن الإجابة فولس تأكد برضو لاني الإجابة فولس اه وموجود على الدرايف انها فولس بس هي إجابات على الدرايف أظن إجابات طلبة برضو فأنت ممكن تأكد بأي وسيلة طيب قال لك بعدها الحاجات بقى السهلة قال لك هل هدف مرحلة الدزاين ان ناخد قرار نكمل ولا لا لا دي هدف مرحلة الفيزيبليتي شفت الأساسية وتتكرر زي الفيزيبليتي ستادي دراست الجدوى هي اللي هدفها نعرف إذا كنا هنكمل في مشروع ولا لا طيب كملنا ورسلنا انها نعمل المشروع ندزاين بقى في مرحلة الدزاين يبقى هدف مرحلة الدزاين نحدد كل تفصيلة مش ان نقرر هنكمل ولا احنا بنزاين حاجة بالفعل قررنا اننا سنكمل بها يبقى الجابة فولس ان شاء الله يبقى فولس فولس واربعة طيب خلينا رقم يقول لك لو واحد من الأطراف فشل في ان يلتزم بالعهد الطرف الثاني يقدر يروح يعمل يعمل يعني يعمل له نص كمان قال لك بس بقى الأسئلة اللي انا بعمل ركز لك عليها فيه ثلاث أرقام مهمين سبعة سبعة مراحل دورة حياة المشروع ودورة حياة العقد سبعة مراحل المستندات اللي بتتحط جوه العقد ثمان مستندات رئيسية هو جاء اسألك عليها العقد يتكون من كام مقالة او كام حاجة رئيسية جواه ثمان حاجات سؤال ده خطير سبعة وثلاثين دي غالبا ممكن يجي عادي جدا الحاجات بقى اللي قلت لك لازم يسألك عليها أنواع العقود عندنا خمسة زي ما شرحناهم فوق النوع اللي بيصطدم غالبا عشان نكبر الشغل بتاعنا هو مشروعش غالب الفعل عزين نعمله اكستندنج نوسعه شوية نزود حتة فبنتفوض عليها اسمها نجوشيات بيتز يبقى سي ثمانية وثلاثين سي فقاله نوع اللي الأونر بيختار عدد عدد او عدة عدة شركات او عدد من الشركات ويدعوهم عشان يدولوا العطاءات بدعيتهم او عروض السعر للمشروع بتاعه ويختار واحد منهم اسمه سيلكتف لانه سيلكتف هو اختار حبة من الشركات حصر الدايرة في مجموعة معينة فاسمها سيلكتف بيتز هدف ورحالة الفيزيبيلتي ان انا احدد احدد اذا كنت هكامل ولا لا هو هنا بيقول لك بقى هدفها ان انا اديزاين واحدد كل تفصيلها في المشروع يبني اذا كنا نحن لسه مش عارفين هنكمل فيه ولا لا يبقى لا طبعا الهدف بتاع النص التاني ده هدف مرحلة الديزاين لكن الفيزيبيلتي هدفها ان انا اعرف اذا كنت اخد قرار اذا كنت هكامل ولا ايه ولا الغي المشروع اسمها دراسة الجدوى فيزيبيلتي اند استراتيجي استادي يبقى اللي جابة فولس قطعا اللي جابة بي 40 بي كده خلصنا لأول عصر اسئلة خش على وراهم انواع العقود بقى اللمسم واليونت برايس والكست بلاس والتارجت كوست اللمسم اللي هو هنقول لنا مندفع مبلغ في الاول المقاول نفت كون سمعت الحقات اللي فاتت المقاول مندفع له مبلغ ثابت محدد مسبقا وبنقول له ان المبلغ ده هتعمل بيه مشروع كله فعشان كده المقاول بيقول لي طب اديني بقى تفاصيل دقيقة قوي للمشروع عشان نقدر قيم المبلغ المناسب اللي نتفع عليه من البداية خالص يبقى لازم اول اول ديزاين ست بي كمبليتد طيب هل النوع ده بنستخدمه مع المشروعات المعقدة جدا المعقدة جدا معناها ايه ان انا مش هبقى قادر تصور هي هتكلف كام فانا معرض لخطر جامد اوي فغالبا منستخدمش اللمسم الا في الحاجات الروتينية التقليدية المعروفة من اولها الاخيرها لكن المشروعات المعقدة منستخدمش فيها اللمسم طب ايه اللي نستخدمه في المشروعات المعقدة وبيكون حلوة اوي فيها الكوست بلاس ليه عشان بقول لك في الكوست بلاس ابدأ واشتغل واما تخلص بقول لك التكلفة بدها لك فيها من ف toma اللمسم لازم نبقى ξعارفين كل التفاصيل من البداية pennvere نوع العقد النوع لا يتناسب مع المشروعات المعقدة صح هو لا يتناسب فعلا صح true 41 ايه يعني هو بيقول لك لا يتناسب صح wid تنسبش المشروعات المعقدة لان المشروعات النيتشور صعبعرف تفاصيلها من البداية وبالتالي صعب اعمل لها سعر ثابت كده في مخاطرة جامدة. طب ايه النوع اللي بيديني. ايه نوع العقد ركز في السؤال الحلو قوي. اللي بيوفر مور فليكسيبليتي. اللي بيديني مرونة ازياد شوية. عن ايه? انا بقولك عن اللمسم. خلي بالك ما معي. في اللمسم حب نحدد مبلغ سابط. الاونر بيحدد مبلغ سابط يديه الكونتراكتور مقابل ان يبنينه المشروع. ما يقداش. وبالتالي الكونتراكتور بياخد المبلغ ده. ولو الاونر حب يزود اي حاجة بيقوله ما لكش انك تعمل كده. تزود على اساس ايه? احنا تفين على مبلغ مساوي لللي انا اعمله في المشروع بالضبط. ما لكش انك تعدل على اي حاجة. طب انا عايز ابقى عندي كاونر حرية ان انا اعدل شوية. فقالك بقى عندي مور فليكسيبليتي. طيب. وين تراينج تكمبليت ابروشيكت? لما اجي اعمل المشروع عايز يبقى عندي مرونة شوية ان انا ممكن اضيف في حاجة اعدل في حاجة. والمقاولين اللي موجودين بيبقى عندهم رغبة في ان هما يعملوا ايه? يقللوا السعر. انا بس األك بقى سؤال. السؤال ده حطي لك حاجة زي الاند والقور كده. عمل لك شرطين. تعرف فيهم تختار انا واحدة من دول. في اليونت برايس ده فعلا عندي مور فليكسيبليتي انا كاونر اقدر عدل بس هل الكنتراكتور الشرط التاني بقى هل الكنتراكتور بيبقى عنده رغبة ان يوفر او دافع ان يوفر الفلوس لا. لان في اليونت برايس كل ما العدد السلع كتر كل ما ايه? كل ما هو مخسرش اي حاجة. هو انت لا تدفع حق السلع في الاخر. في اليونت برايس انت بتدفع تمن القطعة. ففي اليونت برايس لا هي بتديني مور فليكسيبليتي اه. لكن الكنتراكتور ما عندهش رغبة في ان ايه? يمنميز الكوست. طب اللامصم اصلا ما عنديش فيها. برضو دي غلط. يبقى اقول ايه وبيه غلط. طب الكوست بلاس. هل الكنتراكتور عايز يوفر ابدا. ابدا. ده نفسه الدنيا تخرب. نفسه تدفع مليون جنيه. عشان هو ايه? كل ما الكوست يعلى كل ما هو ياخد منه نسبة بتاعت الرفحة. فبرضو دي لأ. يبقى ميني الوحدة اللي بتحقق فيها الشرطين التارجد كوست. فعلا. لان التارجد كوست عندي فيها مور فليكسيبليتي. يعني مرونة اكتر ان انا اقدر اعدل. بدل ما انا احط لك سقر ثابت للمشروع لا يتغير. بقول لك لا انا مش هديك سقر ثابت. انا هديك ابر لمت ما تعدهوش. بس مقابل كده انا ممكن نلعب بقى تحت شوية وخليك تعديلي في شوات حاجات. يبقى ديني مور فليكسيبليتي. طب الكنتراكتور عايز يوفر اه طبعا. ليه عايز يوفر? لان لما يجي يوفر في التارجد كوست كل ما يوفر وما يوصلش للتارجد الفرق ده هياخده كربح. خلي بالك. طب وهو كمان خايف عمال يوفر عشان خايف يعدي التارجد. لو عداه هيدفق هيشاركني في تحمل الزيادات. فيبقى هو في عنده انسنتيفز او دوافع للتوفير. وفي نفس الوقت يبقى ديني مور فليكسيبليتي يبقى سي هي اختيار الوحيد المتحقق فيه الشرطين معا. يبقى الاجابة اتنين واربعين سي. يا رب بكون صحة الحمد لله. ده رأييه انا في السؤال يعني. طيب بيقولك بعدها. او انت عندك ميزانية محدودة ضيقة. هل تروح تستخدم الكوست بلاس وليما تستطموش. بيقولك بقى كوست بلاس كونتراكتس العقودة اللي من نوع كوست بلاس. هل هي اختيار سيء حينها؟ تقول له اف يعني هي اختيار سيء. اه اه هي اختيار سيء لما يكون ممعيش في الكوست بلاس كتيرة. ليه؟ لان الكوست بلاس دي معناها ان انا هقوله اعمل المشروع واي تكلفة انا هتحملها. افرد انا عمل المشروع والتكلفة طلعت كبيرة قوي لان المشروع ما يكونش نعف تفاصيله. كده انا البست. يبقى لو معي ميزانية محدودة ما تختارش نظام الكوست بلاس. لان ده هيوديك في دهة. يبقى هو فعلا النظام بيكون اختيار سيء. فاللي جابة رو هو فعلا اختيار سيء. يا تاتة واربعين ايه؟ طيب رقم اربعة واربعين. اللم بيقولك بيديني في الاخر. يعني بيكون الريسك بتاعك ولاي الاو بالنسبة للونر. لان الكوست بيكون مسؤول عن اي تكلفة زيادة صح. صح جدا كمان. ليه؟ لان في اللمسم الاونر بيقول له المشروع ده انت هتعمله بكام. قال له انا هاخد مليون جنيه. الاونر قال له خد المليونة هي. ما لكش عندي مليم زيادة. فالكوست قال له تمام واي زيادة انا اللي هتفعها كمان. بس في مقابل هذا ما لكش ان انت تعدل في اي حاجة. انا خلاص اتفقنا على السعر وموافق عليه. لو حصل ان السعر زاد. لاي سبب ما. اي سبب طارق. مين اللي هيشير الليلة. الكنتراكتور. مش انت قلت مش انت افقيت على المليون. طيب افرد الاسعار غلية انا مالي. انا كاونر انا مالي. فالكونر هنا. ما عنده ايه. ما عندهش اي مخاطر. لكن الكنتراكتور بيتحمل كله. اي زيادة تكلفة زيادة. يبقى اللي جابها ترو فعلا. اربعة واربعين ايه. طيب رقم خمسة واربعين بيقولك اي النوع. اللي بيديني في الاخر ريزالت ان بيتر كواليتي. بيديني جودة عالية. لان الكنتراكتور او المقاولين ما بيحاولوش يسكمبوا او يوفروا في المواد الخام. ولا في العمالة. بيشتغلوا بضمير. وجايبين كل حاجة اللي تستحقوا. ده النوع بتاع الكوست بلاس. ليه? لان ده نوع الوحيد اللي هو مش مقيد فيه باي حاجة. الكنتراكتور مالك زمانه. هيعمل المشروع كنه بتاعه بالزبط. عايز يطلعو لك. ده كمان ايه? هيركز ان يطلعوا جودة عالية عشان تتبسط. فتعرف ان شغله مضيف. طب كتكلفة. انت قيل له اعمل. ولما تخلص قللي التكلفة وهدفعها. وديك ربحك كما. فهو ما عندهش اي رغبة في ان يوفر. فبالتالي مش هيسكمب اي ماتيريال. مش هيوفر او يعدي اي ماتيريال. ولا ليبر ولا عمالة. هو هيجيب كله كما ينبغي. فبالتالي لما تحب تمام المشروع بجودة عالية جدا. اختارل النوع اللي هو كوست بلاس. لدي تسؤال ده بيجي انت حان كتير قاعد على فكرة. جدا. فانه مرحلة. اه 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 رسك مانيج منت او رسك اناليسز. مرحلة بتبدأ دراسة المخاطر بتبدأ معنا من مرحلة الدزاين. ولكنها لا تنتهي معها بتكمل معنا. طب هي توجدت امت امت بدأت في الدزاين. يبلد اللي جابه 46 بي. طب 40 انه مرحلة الهدف ان انا اخد قرار اكامل ولا اكملش الفيزيبيليتي استادي. دراسة الجدوة. شفت السؤال المهم او ازاي. طب ايه المرحلة الهدف ان انا احدد كل تفصيله في المشروع؟ مرحلة الدزاين. فزيبيليتي دزاين. سؤالين في أسرة وأربعة إزاي؟ كل اللي وترك عليه إن شاء الله هيجي في إنتحانا هيجي بإذن الله إيه الحاجة اللي هي is an invitation to bid بنلم الناس عشان يقدموا عرضهم لمشروع ما ونقبل واحد منهم وهو اللي يعمل المشروع دي اسمها إيه؟ مناقصة تندر تندر تسعة عبعين دي طيب إيه العملية اللي تبدأ مع الديزاين ولكنها لا تنتهي معه وهي risk analysis دراست المخاطر تبدأ مع الديزاين ولا تنتهي معه بل نكمل معها في دراست المخاطر حتى في ال construction حتى في التستنج حتى في الهندوفر في فاين الهندوفر يبقى اللي جابة risk analysis طيب آخر عصر أسئلة هدف مرحلة التندر تكرر هي بقى بص الأسئلة بتكرر إزاي؟ كويس جدا أنا لازم يسألك فيها في مرحلة التندر يحنا دافنا لطلع منها بإيه؟ مختارين نوع العقد كاتبين الورق بتاعه محضرين الورق بتاعه ومضينه وكاتبينه وصيغينه يبقى قول دي كلها هدف مرحلة التندر إيه الحاجة اللي بيكون ملزمة من قبل القانون بإنك تعمل حاجة أو تمتنع عن عمل حاجة اسمه عقد contract contract ال contract life cycle بتكوى من كام؟ أي life cycle من سبع مراحل five five seven أي أي life cycle contract life cycle أو project life cycle عبارة عن سبع مراحل أما الإيه اللي رقم تمانية اللي جاء في المنهج عدد الأوراق أو المستندات اللي جوه contract تمانية documents يبقى 53D 53D طيب 54 مين هم الناس اللي أهدافهم لابد أن تحقق لأن هم عندهم القدرة يمشوا المشروع أو يوقفوه يقعدين وفشلوا دول المهمين قوي key project stakeholders أما المين اللي مجرد بيتأثروا بالمشروع كده عموما ال project stakeholders بس من غير key سؤالين ورا بعد هيجوا في الامتحال ايه أنواع المشروع ايه أنواع المناقصات اللي دائما بتصدمها الحكومة الحكومة جهة عامة يبقى ال open bits اللي أي شركة تقدر تشارك فيها طيب النوع اللي بيستخدم في الحاجات المتكررة مشروعات شبه بعض عما تتكرر هو نفس المشروع بيتكرر مشروع ومشروع تاني ومشروع تالي كلهم شبه بعض ربيتل حاجة ورد تانية ورد تالت اسمها ايه حاجات in series أو سيريال سيريال بيتز أو سيريال تندر يبقى اللي جابة دي ايه أشهر نوع من أنواع delivery methods من أنواع تسليم المشروعات وإنجازها قلنا أن أشهر نوع ساعتها أن أنا أصمم المشروع أعمل منقصة وترس على واحد هو اللي يبني المشروع ويتنفزه يبقى design bit build ديه أشهر نوع ديه the most popular project delivery method طيب وكمان هي الأرخص هي lowest construction price أما design build ديه بتكون في المشروعات السريعة من غير بقى بنروح لشركة واحدة هي لها design وهي لها build في الآخر أما public private partnership ديه شاركة بين القطاع العمول الخاص لها خمس أنواع ملاش يدعى بموضوعنا طيب إيه الحاجة اللي تعتبر collaboration عبارة عن تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص public private partnership شرحة نفسها طيب الفرقة بين ال pot وال dbfo إن ال dbfo ما عندهاش actual tools بتتلمي من الناس فعلا على أرض الواقع أقول لك صح السؤال ده خطير قلناه كذا مرة وجيه كتير وهيجي ال dbfo وال pot إيه ال pot بجيب شركة خاصة وأقول إيه ابني المشروع يبقى build بعدها بقول إيه شغالي المشروع يبقى operate بعدها هنقلي ملكيت وليا بعد 30 سنة يبقى transfer با استخلال ال operation هي هتلم الأرباح بتاعتها من الناس أما لل dbfo ايه نفس الكلام بالضبط هتبني وتشغل وتنقلي ملكيته في الآخر بس مش هتلمي أرباحها من الناس أنا خلاية تقدم الخدمة للناس مجانا وأنا كحكومة هتديها tools أو هتديها الأرباح بتاعتها سنويا برقم سابق مقدر على ال average أقول لها كان في المتوسط بيعدي ألف راكب أنا هتديكي التمم بتاع الألف راكب في متوسط حتى لو معداش ولا راكب فكده هي ضمن الريح بتاعها فكده هي تخدش أرباحها ما بتلمش أرباحها من الناس بتلمها من الحكومة فعش كده في حالة dbfo الفرقة بينها بين ال bot ان dbfo ما لها الذات no actual tools are collected from users ما فيش أرباح بتتلمي من الناس فيش اكشوال طولز دي بناخدها من الحكومة طب أما لو هي جاءت من 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 فلوس الضرائب من التاكس بيرز هم للدول الحكومة والحكومة بعدها اديتها لنا احنا كشركة خاصة ده لو انت عايز سعرف المضامن أوله يعني فالإجابة a true هي فعلا نو اكشوال طولز ساعات بيجي ولك الذات اكشوال طولز الكوليك تقوله لأ ما فيش أرباحها يا ايه بتتلمي من الناس هي نو اكشوال طولز كده الاسئلة دي خلصة اسئلة من انتحانات قديمة بقى قديمة قوي يعني ايه الحاجة اللي هي عبارة عن عقد شيء ملزم من قبل القانون بيلزنها بتعمل حاجة او تمتنع عن عمل حاجة اللي هو الايه الكونتراكت يبقى الجابة غلط وبيقولك true or false ايه false مش البد هي الكونتراكت في اللمسم كل التصميم اللي لابد ان تكتمل قبل البدء في البناء طبعا عشان اقدر اقيم اصلا الفلوس اللي هنحطها يبقى في اللمسم لازم قول دي زاينز ماس بي كمبليتد دي شرحناه كذا مرة في الكلام بتاع النهاردة يبقى true هل السليكتف تستاذا من قبل الحكومة لا السليكتف بيتز شركات خاصة لكن الحكومة لابد ان تكون القطاع عام كده open bitز اي شركة تقدر تشارك وتعمل المشروع في الديزاين بيلد مباشرة كده الديزاين والكونستراكشن الاتنين بيحصلوا في نفس الشركة وبيبقى بنعمل معهم تعاقد واحد مع شركة واحدة صح هو ده دي زاين بيلد عشان كده سريع دي زاين بيلد كنا لسه بقى نعمل تعاقد كنا لسه نعمل تعاقد كنا لسه نعمل مناقصة لاختار واحد منها هنا لا حابل نروح لشركة واحدة هي بتاعت الاتنين بتصمم المشروع وبعدها تنفزه في نفس المكان بعقد واحد يبقى الإجابة صح ده دي زاين بيلد وده اللي مخليه سريع الملتي برايم دي لما يكون انا كاونر عندي خبرة فأنا اللي يطلع مني رؤوس كتيرة كده وتفوض واتفق واعمل تعاقداتي مع الناس كلها مع الكونتراكتور ومع الساب كونتراكتور ومع الديزاينر وكله فيقاسها مالتي برايم دي بنعملها لما يكون الانرز عنده ألوت اوف اكسيبيريانس وعايز وانت مور كنترول انت عندك خبرة أصلا في المجال انت كاونر فهتحط نفسك انت المدير فده بنسميها مالتي برايم او بنسميها كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم او سي ام ام بي طبعا هي مش بي ام هي ام بي بس دي خطأ مطبع يعني فالإجابة طيب اقرأ كده خاتمة في النص مش خاتمة بقى يعني حاجة في النص كده انا كنت صفحة فاضية فما بحبش سب حاجة فاضية ونملأها بخير الكلام كلام هذا جديد لمحمود سامي البارودي الشاعر الكبير من من زعماء الثورة العربية وغير ذلك يعني واحد مشهور جدا ومن كبار الشعراء ورائد مدرسة تجديدية في الشعر مدرسة الاحياء والبعث المهم يعني بيقول فيها في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه قصيدة تتخطر ربعمائة وسبعين بيت يعني عارض فيها الامام البصيري يعني نسج على منواله في القافية والوزن وكل شيء راجل عظيم يعني رحم الله البصيري هو اول من بدأ هذا وتبعه الاف مؤلفة من الشعراء ممن نعرف وممن لا نعرف نسج على منواله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديمي قال فيها ايه قالك محمد خاتم الرسط الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم قد كان في ملكوت الله مدخرا لدعوة كان فيها صاحب العلم نور تنقل في الاكوان ساطعه تنقل البدر من صلب الى رحم حتى استقر بعبد الله فانبلجت انوار غرته كالبدر في البهم واختار امنة العذراء صاحبة لفضلها بين اهل الحل والحرم كلاهما في العلا كفء لصاحبه والكفء في المجد لا يستام بالقيم الله اخر بده عظيم جدا ينفع كيجري مجرى المثل كلاهما في العلا كفء لصاحبه والكفء في المجد لا يستام بالقيم يعني لا يشترى بالمال او بالامور اللي هي اللي فيها قيمة مادية يعني حاجة عظيمة يعني انا اتعجب من الشعراء في هذا الامر كيف يصيغون المعاني بهذه الطريقة العجيبة يعني سبحان الله سبحان المعطي الوهاب نكمل في اسئلة الكوز بقى بيقول لك الفرق ما بين الدي bfo وال biot لسأليني السؤال ان في الدي bfo في ارباح بتتلمن من الناس حيه لا نو اكشوال طولز مش اكشوال طولز يقى الاجابة فولز هو لما يقول لك الفرق بين كذا وكذا يعني معناها ايه ما الذي في الاول ليس في الثاني اللي في الاول ده هل في ارباح بتتلمن من الناس حية لا ما فيش طولز بتتلمن من الناس على أرض الواقع مناخدها من الحكومة اسمها الشادو طولز الفرقة بين الدي بي اف او والبي او تي اني مفيش اكش والتوزب تتلام صح فيش فعلا طب الديزاين بتبيلد ده النوع الاشهر والارخص صح للسائلين طب الديزاين بلد بس هو عبارة عن تعاون بالقطاع العمل الخاص لا ده البي بي بي او البي ثري اللي هو البي بريف برايفت بارتنرشيب يا الديزاين بلد مش هو ده غلط يبقى اللي جابه فولس اللي ننجز بقى بسرعة يا بيت استاذ يعني في اللمسم ده اللي بنحدد فيه السعر في الاول سابت فلازم يكون كل التصاميم متاحة all designs must be completed before beginning in construction صح لازم كل التصاميم يتم الانتهاء منها طيب اللمسم مش مناسب للمشروعات المعقدة صح مش مناسب ليها عارف ليه لان المعقد ده ما نعرش تفاصيله فاززاي هنحط له سعر سابت يبقى الاجابة طبعا مش انسب حاجة انك تستدم اللمسم contract ساعتها يبقى الاجابة true هو فعلا does not suitable كل اسادي حلناها خلاص الحاجة اللي بتديني جودة عالية لان الcontracts ده مش بيوفروا في المتيريال ولا في العمالة هي النوع بتاع كوست بلاس صح 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 كوست بلاس ده الراجل مش بيوفر ليه لان اي حاجة يصرفها ياخد تمانا في الاخر كتكلفة وياخد في او ربح كمان فبيحاول يعملك الشغل على اعلى درجة بيسنجفه يعني فالاجابة true هي فعلا دي افضل نوع في ال design bit build the actual construction process does not begin until the design is finalized صح احنا بنعمل ديزاين الاول لما يخلص نعمل مناقصة لما نختار حد يبدأ يبني ما ينفعش يبدأ يبني غير لكونوا designs خلصت ففي ال design bit build فعلا كل البناء والconstruction لا يبدأ الا بعد ما ديزاين يكون finalized امال هنحطه في المناقصة ازاي وده بي الاسف دي عيب فيه هو رخيص اه النظام ده رخيص لكن بيخلي الوقت بتاع انتمام المشروع طويل قوي كل ده بياخد ايام واسابيع وبالتالي adding more time to the overall schedule of the project بيضيف لي وقت زيادة على الاجمال بتاع المشروع يبني جابة true فعلا هو ده الحاصل ان المشروع اسمها ايه التنفيذ لا يبدأ الا بعد انتهاء التصميم اشهر نوع هو design bit build وهو الارخص في السعر صح انا ما جيب السؤال مكرر اعرف نواجه اكتر من مرة كده خلصنا ويقرأ خاتمة الخريدة البهية خلي النهاردة نقرأ الخواتم كلها او الخواتيم كلها يقول لك هنا في الخريدة البهية ده متن في في الاعتقاد ومبادئ علم الكلام الاولى خالص ألفه الشيخ احمر الدردين المالك الازهري من اقرأه من او ما عملنا القناة تعليم لأهميته خاتمة بسيطة ولكن كل سطر فيها له معنى وقيمة عالية يعني يقولك فيها وغلب الخوف على الرجائي وسر لمولاك بلا تنائي وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من الرحمة الغفارة وكن على آلائه شكورة وكن على بلائه صبورة وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلمى واتبع سبيل الناسكين العلمة وخلص القلب من الأغيار أي جمع غير وهو كل ما سوى الله بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال أي تجعل الله عز وجل رقيبا عليك مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتمي وآله وصحبه الأكارمي ده تكملتها بس أنا ما كتبتش عن الصفحة بس كده خلصنا نتقبل بقى الدرس الجاي بعد المترم دعوتك لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا